إن الله يلقي بالنوم على عباده للطمأنينة فألقى الله النوم على أصحاب الكهف فالنوم راحة للأجساد وطمأنينة للقلب لقد ألقى الله على الفتية هيبة فلا يراهم أحد إلا خاف وفزع منهم وهذا من فضل الله عليهم لحمايتهم من دخول أحد الكهف وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا مرت الأيام والسنون والفتية ما زال نائمين لم يستيقظوا وهنا تتجلى قدرة الله عز وجل حيث تطلع الشمس وتغيب وهم ما زالوا نيام يرعاهم الله بقدرته فيبقي أعينهم مفتوحة طوال تلك المدة لأنها إذا بقيت مغلقة تتأذى كما يقلبهم الله بقدرته حتى لا يصيب أجسادهم القرح والتآكل من طول مدة الاستلقاء والنوم وكانت الشمس كلما طلعت مالت عن الكهف باتجاه اليمين وعند غروبها تميل باتجاه الشمال حتى لا تتعرض أجسادهم لحرارة الشمس القوية وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومرت أجيال وأجيال ونسي الناس أمر الفتية النائمين في الكهف ومات الحاكم الطاغية وجاء بعده ملوك وتبدلت معالم المدينة تماما وتشاء قدرة الله تعالى أن يستيقظ الفتية من نومهم بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون استيقظوا استيقظوا أيها الرفاق قدمي تؤلمني بشدة ترى كم من الوقت مضى علينا ونحن نائمون لقد انصرم نصف الليل وأظن أن هذا هو الزمن الذي نمنا فيه أظن أننا نمنا أكثر من هذا ربما نمنا يوما بأكمله ولم نشعر بذلك نظرا لما حدث في الليلة الفائتة أشعر بالجوع الشديد حسنا من يحمل نقودا؟ أنا أنا أحمل قليلا من النقود ولكن من سيذهب لإحضار الطعام؟ إن وجوهنا معروفة وسينكشف أمرنا لو خرج أحد مننا سأذهب أنا يا سيدي فإن أحدا لا يعرفني وأستطيع القيام بهذه المهمة حسنا تخير أفضل الطعام واحرص أن لا يتبعك أحد أثناء عودتك وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا تعجب الراعي عندما رأى المدينة وقد تغيرت معالمها فالبيوت غير البيوت وأناس لم يرهم من قبل رأى اختلافا كبيرا في شكلهم وملابسهم ومنازلهم وطرقاتهم يا إلهي لقد فقدت عقلي وغاب عني صوابي أين تماثيل الآلهة وأين معابدهم أين البائع أريد طعاما بهذه الدراهم ما هذا؟ من أين لك بهذه الدراهم؟ من أين أنت يا هذا؟ هل أصبت كنزا من كنوز الأولين؟ أي كنزا يا هذا؟ أيها الناس أيها الناس لقد عثر هذا الرجل على كنز تعالوا لتروا هذه النقود التي معه تعالوا أيها الناس تجمع الناس حول الراعي المسكين وتدخل الجنود واقتادوه إلى الحاكم من أين أحضرت هذه النقود أيها الراعي الطيب؟ إنها من عهد الامبراطور إدريانوس هذه نقودنا يا سيدي لقد خرجنا بالأمس واختبأنا في الكهف فرارا بديننا من ديقيانيوس يا إلهي أتكونون أنتم أشراف هذه الأمة؟ الذين فروا بدينها من الطاغية منذ أكثر من ثلاثة قرون أين مقامك الآن أيها المباركون؟ نحن نختبئ في كهف غائر في الجبال القريبة سوف أذهب معك بنفسي هيا تقدم الحاكم الجميع حتى وصل إلى الكهف وهناك طلب الراعي دخوله وحده إلى الكهف حتى يخبر أصحابه بما جرى كي لا يخافوا ويجزعوا إذا رأوا مجموعة من الناس تدخل عليهم فدخل وأخبرهم بما حدث وبعد أن علموا وأيقنوا قدرة الله أماتهم الله حفاظا عليهم من التعظيم وفتن الدنيا بعد أن علم الناس قصتهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمان فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ترجمة نانسي قنقر